هو إيه الفرق بين الجداريات والجرافيتي؟ الجرافيتي ده فن اللي هو الرسم السريع بتاع الصورات وبتاع الكانون بيعملوه في مترو الأنفاء وعلى المترو صورات يعني من الأمريكان والناس متهدين أو أي حد عنده مشكلة بيرسم بالسبري فييرسم يرش الاسبري وبيعبر عن حالة وده مش ثابت وبيطلع بسرعة يعني مش ثابت مع الزمن وبتاع حالة يعني أما الجداريات لأ دي الجدارية زي ما بقول المصري الأديم كده الجداريات الفرعوني جدارية نيفرتيتي نيفرتاري وهي التي بقيت على فكرة طبعا لأن الخامة فيه حاجة فيه سر في المصري الأديم وهو وهو المصري الأديم كان زكي زكاء خارق المصري الأديم لما جاي يرسم الجداريات بتاعته اختار نسب مثالية هو بس اللي يعرف يشتغل بها العين أمامية الوجه جانبي السدر أمامي والرجل جانبية أجمل منطقة يعني أجمل صورة لكل منطقة العين الجانبية شكلها وحش الأمامية أجمل الوجه الأمامي ممكن تلاقي البق كبير الودن مش حلو أجمل البروفيل السدر الأمامي جميل الجانبي ما بيبينش غير الكوع يعني الكتف كده ما بيمقاش شكله لطيف الرجل الأمامية تلاقي كرتين كده إنما الجانبية حلوة فاختار الأربعة دول ركبهم مع بعض عمر حضرتك ما تحسي إنها شازة فهو خد أجمل حتة من كل منطقة وركب بيها فجر المصري الأديم ده الشخصيات بتاعته ابتدى يلون بيها ويشتغل اشتغل إيه؟ اشتغل جدريات بالتكنولوجيا يعني أعلى طريقة تكنولوجية وصل لها خد من اللي تحت رجليه يعني استخدم الخامات الطبيعية اللي ربنا خلقها له في المنطقة بمعنى الأقصر وأسوان عندنا جبس كتير قوي الجبس ده بيعيش في الحر فابتدى يمحر الحيطان والصخر ده الصخر اللي بيرس بالجبس عشان يعيش وفي نفس الوقت رخيص جدا فهو كده استخدم أفضل وسيلة تكنولوجية أرخص حاجة واللي موجودة عنده واللي تعيش مع الحر زكاء برضو وابتدى يستخدم الألوان منين؟ من الجبال والحجرة أكسيد حديديك أكسيد منجنيز أكسيد عمل الألوان وعمل التلاصق بين الألوان وبين الجبس بزلال بيض أيوة لأنه هو زلال البيض هي دي اللاصق ما بين اللون وجبس يعني زلال البيض ممكن يلصق هذه المواد؟ هي طبعا مادة لاصقة وحط كافور عشان ما يعفنش وحط مية يبقى أكسيد وزلال بيض وكافور وابتدى يرسل وكلها مواد طبيعية طبيعية ومن بيئته فهديش زكاء هو ده المصري الأديم يعني يستخدم تكنولوجيا عالية جدا لأنه استخدم بيئة بلده بره في أوروبا ما يستخدموش الجبس لأن الدنيا راطبة يستخدموا جير وربنا موفر عندهم الجير فبرده وبعدين ياخدوا يرسموا بالألوان الأكسيد الترابية دي بس بمية فالمية مع الجير تعمل تغلغل تمتص اللون لجوه هو ده الفنان اللي استخدم التكنولوجيا يعني يعني مسألة مش فقط يعني تصورات فنية هي أيضا تصورات مثلا بيئية طبعا كمان أو فاهم العناصر البيئة اللي يشتغل بالبيئة بتاعته يبقى يبقى ترجمة نانسي قنقر